يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدة الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية هذا استقبل معبر رفح اليوم 30 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية و20 مرافقا وقال مصدر مسؤول إنه تم أيضا استقبل 110 من أصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية عبر ميناء رفح البري ترجمة نانسي قنقر